ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي اليوم الاثنين بالرباط حفلة تنصيب المجلس المشترك للتدبير بواكالة المغرب العربي للأنباء الذي تم إنشاؤه حديثا ويتوخى من إحداث هذا المجلس تكريس معايير المهنية وتثمين مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم حديثة للتدبير وفق مقاربة تشاركية ترعي مصالح مختلف العاملين بالوكالة أعتقد أن ما حصل اليوم هو خطوة متقدمة في تحقيق هذه المبادئ وإرساء قواعد شفافية والإشراك والإنصف وفي نفس الوقت النهوض بدور الموارد البشرية على المستوى الوكالة ولهذا مجلس المشترك للتدبير محطة هامة حتى يدطلع المجلس بدوره كاملا ويصبح أداة فعلية لتعزيز الحكامة والمساعدة في اتخاذ القرار وتأهيل الموارد البشرية للوكالة